لو حضراتكم بتلاحظوا فأنا في حلقات كتير بحاول أحط ورايا في الخلفية عنصر أو حاجة ليها دعوة بالفيلم اللي حنتكلم عليه وبما إننا النهاردة بنتكلم عن فيلم رعب فأنا دورت في البيت كله عن أكتر حاجة بتخوف والحقيقة ما لقيتش أي حاجة فزعتني زي آخر فتورتين كهرباء وصلونا البيت فحطتهم لكم هنا في الخلفية ومعاهم رواية مبعوث الجحيم بتاع الدكتور نبيل فاروق من ملف المستقبل أحداث فيلم The Nun بتدور سنة 1952 وبتبدأ مع حادثة انتحار راهبة في دير معزول في رومانيا الحادثة دي بتثير قلق الفاتيكان وبيقرروا إنهم يحققوا في الموضوع فبيبعثوا القص بيرك والراهبة أيرين عشان يزوروا الدير ويتأكدوا إنه مازال مكان مقدس وبمجرد وصولهم بتبدأ الحوادث المرعبة والمفزعة عشان يوصلوا في الآخر لاستنتاج إن الكيان الشرير فالك موجود في المكان وواخد شكل راهبة فيترى القص بيرك والراهبة أيرين هيقدروا يسيطروا على شر فالك قبل ما ينتشر على نطاق أوسع هو ده إلا أحداث الفيلم اتكشفوا The Nun هو الفيلم الخامس في عالم أفلام The Conjuring اللي بدأت مع فيلم The Conjuring وبعدين فيلم أنابل وبعدين The Conjuring 2 وبعدين أنابل كرييشن وهو يعتبر بريكول قديم شوية لبعض أحداث The Conjuring 2 وبعد النجاح المعقول جدا للسلسلة كلها وخصوصا الجزئين الأخيرين بقى فيه قناعة وجيهة جدا بأن وظيفة فيلم The Nun سهلة الأجواء اتحددت الكيان الشرير تقدم بالفعل وأصبح مرتقط جدا زمن ومكان الأحداث مفيش أجمد من كده كل اللي مطلوب منك هو قصة حلوة وشوية رعب مبتكر وولعت يا معلم مهمة سهلة منعكسة بوضوح في الإرادات الكبيرة جدا اللي الفيلم بيحققها ولكن فيلم The Nun أخذ المهمة السهلة وعملها باستهانة واستخفاف عشان يدينا تجربة مشاهدة من أسوأ ما يمكن على جميع الأصعدة فأفلام الرعب عموما بيتم تقييم الرعب قبل ما بيتم تقييم الفيلم يعني من الآخر لو الفيلم بتاعك دراميا مليان ثغرات ومليان مشاكل بس الرعب اللي فيه فعال وفيه قدر معقول من الابتكار الموضوع بيمشي والسجل النادر جدا بتاع أفلام الرعب اللي ينفع يتقال عليها عظيمة هي اللي قدمت تجربة رعب فعالة ومبتكرة وفي نفس الوقت قدمت فيلم سليم وفيه حالات أكثر ندرة جذاب الأفلام المتميزة في سلسلة The Conjuring تأتي في التصنيف الأدنى من ده شوية اللي هي بتقدم تجارب رعب فعالة وفي بعض الأحيان مبتكرة ولكنها على صعيد الدراما دايما مخرمة وده المقياس اللي حاولت أطبقه على فيلم دانان لو طلع بيخوف فأنا تمام جدا ولو طلع فيلم حلو فحطلع سقفله ولكن مبدئيا على صعيد كونو فيلم فهو تقريبا الأسوأ في السلسلة كلها شخصيات محدودة في العدد وفي البناء وفي اهتمام المشاهد بيهم قصة عبارة عن سكيتشات وفقرات المفروض إنها مرعبة بتجمعهم روابط مهترئة جدا دراما بتتحرك بمنتهى السداجة وما فيهاش أي محاولات لخداع المشاهد وبتعتمد على الصدف بشكل كبير جدا في حل كل مشاكلها على الصعيد الفني والتقني فالتكسيد ممكن ما يكونش فيه مشاكل كبيرة بس صعب علي قوي حتى أقول عليه كويس الإخراج المونتاج الموسيقى التصورية كلهم مسخرين لخدمة الرعب فخلوا الموضوع ده على جنب دلوقتي حنتكلم فيه كمان شوية يمكن التصوير هو اللي فعلا طلع كدرات ينفع نقول عليها حلوة بس برضو اختيار الفلاتر والألوان قرب تجربة المشاهدة كلها من الشكل التلفزيوني الرخيص وأبعدها عن الشكل القديم أو المرعب اللي احنا أصلا دخلين نتفرج عليه على مستوى الرعب بقى فباختصار مفيش أي محاولة مرعبة فعالة يمكن المشهد الوحيد اللي كان ممكن يجيب مع المشاهد حرقوه في التريلر كنت عملت حلقة يا جماعة مع صديقي محمد أبو سلمان في برنامج سينما وكده اتكلمنا فيها عن العناصر الأساسية جدا في كل أفلام الرعب وتكلمنا عن العوامل اللي ممكن تخليها نجحة واللي ممكن تخليها فاشلة الفيلم ده تقريبا اتبع الدليل العالمي لازاي تعمل فيلم رعب فاشل كل حاجة مقرية ومتوقعة ومتشافة من على بعد كيلو والناس اللي متابعين الحلقات عارفين كويس قوي اني مش من الأشباح اللي بتطلع تتقرنن وتقولك أنا ما فيش أي حاجة في الدنيا تخوفني وكنت قاعد بتحك أنا لو اتفرجت على فيلم رعب خوفني حسرخ في السينما وحاعترف قدام الكاميرا خدها دليل مني كده كل ما تبقى على وشك حاجة المفروض انها تخضك في فيلم ده نان أولا هتلاقي المزيكة بتتصعد لدرجة انك ممكن تزبط ساعتك على اللحظة اللي حيحاول يخدك فيها وحتلاقي مساحة سلبية عريضة دي اللي حيطلع فيها العفريت ان شاء الله وأنا هنا ما بنتقدش استخدام الجامب سكارز أنا الحقيقة مش فاهم ايه الانتقاد والسمعة السيئة اللي اكتسبتها موضوع الجامب سكارز ده ما كل الخد يا جماعة يا إما جامب سكارز يا إما لحظات فيها تسحب أو كريبنس الناس مش هتختارع يعني المهم بس لما يعملوا جامب سكارز يعملوها كويس وفيه أفلام رعب كتير مؤخرا التحديات عليها كانت أعلى من كده بكتير وعلى الأقل عملوا الشط ده كويس لكن ده نان شيء محبط جدا طول عمري بمطاعد جدا من الناس اللي بتضحك في السينما على فيلم غير مخصص للضحك والامتعاد ده ساعات بيوصل لدرجة الخناء ويمكن ده أول مرة في حياتي أقعد ساكت وأنا شايف ناس كتير بتضحك في السينما على فيلم رعب وبالرغم من أني ما انضمت لهمش بس كنت متفهم تقييمي لفيلم ده نان هو اثنين ونص من عشرة والاستقبال النقدي بتاع الفيلم ده المفروض أنه جرس انظار للسلسلة لو عاوزة تكمل بشكل كويس وزي ما قلت دي مش مفروض أنها مهمة صعبة أصلا مناقشة الحلقة يا ترى ايه هو أفضل فيلم رعب شفتوه في 2018 لحد دلوقتي ياريت تساهموا برأيكم في الكومنتز ياريت تعملوا شار ولايك الحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول بول وتابعونا على فيسبوك وتويتر وباز وبي باي